طيب كمان على مستوى المدربين ساوز جيت المدرب او المدير الفني للمنتخب الانجليزي اللي في اعتقادي كان عامل مباريات اكتر من رائع مباريات على مستوى عالي جدا بيقود المنتخب الانجليزي منذ فترات طويلة لنهائي بطولة كبيرة زي اليورو 2020 ولكن علامة الاستفهام اللي كل العالم بيتكلم عنها الثلاث اللي قدام حضراتكو ساوز جيت دفع بالسلاسي اللي قدام حضراتكو علشان يمكن ساكا راشفورد وسانشو ده كان بيحضرهم او تم تغييرهم في الوقت الاضافي للمباراة النهائية لاحراز او لتصدي لضربات الجزاء الترجحية وللأسف ومن سوء حظه ان التلاتة ضيعوا ضربات الجزاء على التوالي ومن خلالها طبعا خسرت انجلترا النهائي الكبير اللي كان عندهم امل كبير جدا انه يحصلوا على بطولة كبيرة يمكن ما حصلوش عليها من سنين طويلة ساوز جيت كمان بيكان زي ما بقول لحضراتكو هو قدى بطولة رائعة على المستوى الفني على المستوى الاداء لكن يمكن هذه الفقرة من خلال مباراة نهائية من منتخب الايطالي يمكن علامات استفهام كبيرة جدا على ساوز جيت وتغييره لهؤلاء التلاتة لعبة ترجمة نانسي قنقر